السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم السبت 11 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود في الميزان ورح ينتقل للعقرب موجود في الميزان لغاية الساعة 6 و 38 دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها للعقرب ورح يظل القمر موجود بالعقرب لغاية صباح يوم الثلاثاء 14-11 طبعا القمر الآن موجود في منزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 27 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر بما أنه موجود في برج الميزان لغاية ساعة المغرب تقريبا فهي أفضل يعني وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفية لعلاقة مع الحبيب أو لا تحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية في هاي الفترة منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحة بين العشاق ولكن الغيرة ممكن تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في عملنا الفني ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي ما قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة ثلاثة وخمس دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ثلاثة وخمس دقائق عصرا من عصر اليوم السبت ورح يستمر لغاية الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعديها في برج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء خلص القمر بنتقل وباستقر في برج العقرب عشان هيك خلال الفترة القادمة اللي هي من بعد ساعات المساء ما منعرف حل وسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع علاقاتنا وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة لأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن ينفجر عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الإهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار مهم مثلا شراء أو استئجار بيت أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 7 و43 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل وهي زاوية بطيئة زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين أورانوس هذه الزاوية بدأت تأثيراتها يوم 5-11 ورح تستمر تأثيراتها يوم 18-11 طبعا ذروتها اليوم الساعة 9 و10 دقائق مساء بيكون عندنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعانفين وبسببنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة تجعلنا جازفين غريبين الأطوار عنيفين وهذا العنف ممكن يضر بعلاقاتنا أو بعلاقات الصداقة وبتسبب شقاقات عاطفية أما دوليا فهي بدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع الطائرات أو حوادث في السك الحديد والزلازل والعواصف وممكن يقع هناك تمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أو قتل أحد القادر الكبار ممكن تشهد هاي الفترة مظاهرات أو إضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة بسبب قمع الحريات وبرضو بتشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات المغرب تقريبا أو ساعات المساء الكلة والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسلين أسفل الظهر والزائد الدودية هذول أكثر حساسية لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبيض لبرستاتا عظم العانة والجينات هذولا بصيروا من ساعات المساء وما بعد والأيام القادمة عشان هيك هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هاي غادة اليوم ولازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية الكبرى أما عمليات فحصات وإجراء علاجات أو مراجعة طبيب أو أخذ أدوية أو عمليات صغرى ما في أي مشكلة بالنسبة للعمليات اللي تتعلق بالتجميل اليوم ما في أي مشاكل لعمليات تجميل لاحق وجراحة يعني ما في أي مشكلة إلا في فترة خلو المسار يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد طبعا بالنسبة لهذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب يعني رح ينتقل ويستقر في برج العقرب كله المسار القادم بيبدأ ساعة 11 و3 دقائق مساء من مساء يوم الاثنين وبيستمر حتى اليوم التالي يعني حتى صباح يوم الثلاثاء ساعة 22 و 22 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر 27 يوم في تمام الساعة و 1 و 57 دقيقة فجرا بصير 28 يوم نسبة الإضاءة 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22 و 11 منتحسي بنسبة 50% القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب ورح يظل في العقرب ليوم 14 و 11 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الفجر سعيد بنسبة 45% في ساعات العصر سعيد بنسبة 15% عطارة القوس حتى يوم 1 و 12 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الميزان حتى يوم 4 و 12 منتحس بنسبة 35% المريخ في العقرب حتى يوم 24 و 11 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 و 12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29 و 6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 و 1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 و 12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2 و 5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة للموليد برج الحمل طبعا بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم ولكن بدكو تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر الأجواء بالظل يعني لأن القمر موجود مقابلكم ضاغط عليكم شوي في عصبية في ضعف في الطاقة بدكو تهتموا لصحتكم وتضبطوا عصابكم وما في داعي للإنفعال ولا للعصبية ولا للمشاكل أما من ساعات المساة فهنا بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم بتصير الأجواء يعني أكثر إيجابية وتجاوبا معك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا الآن بدها تبدأ عملية المقابلة بالنسبة لإلكم فبدكو تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ما تبادروا العمل الجديد من الآن ولغاية ساعات المساة ولكن خلال اليوم هذه الأيام القادمة لا تهملوا صحتكم صحيح أنه اليوم رح يكون في ضغط على مستوى العمل أو عندكو التزامات وأعمال كثيرة وممكن أنك تضطر للعمل ساعات إضافية ولكن بنصحك أنك تركز على الأعمال المهمة والمفيدة برضو ما تهمل صحتك أما من ساعات المسافة هنا القمر بصير مقابلك تماما بترغبوا في تعزيز شركاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بتتعقد الأمور وبتطرق بعض البلبلة لأن طاقتك ضعيفة فممكن يكون فيه سوء تفاهم أو يعني بعض الخصومة بينك وبين بعض الأطراف برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر موجود في البيت الخامس لغاية ساعات المسافة عشان هيك بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم برضو الأجواء بالضل المناسبة للترفيه تجميل تغيير جو العاطفة والحب وبعض الحظوظ بتدعمكم ولكن لا تفرضوا سلطتكم على أحبائكم من ساعات المساء هنا بيبدأ العمل بالتراكم بتكون تنتبغوا لصحتكم لأن العمل بيبدأ التزامن بالواجبات عندكم وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم شيء برضو تنتبه لصحتك في ساعات المساء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم يعني في بصيص أمل بالنسبة لكم لليوم والأيام القادمة صحيح أن اليوم من الآن ولغاية ساعات المساء بظل في تركيز على أمور إلها علاقة بالبيت أو المسكن أو العائلة ولكن بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثرية للبيت أما من ساعات المساء فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم واتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات تلطف الأجواء وحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل في نشاط من الآن ولغاية ساعات المساء على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات وأيضا الأمور التجارية الأجواء جيدة وعندك قدرة على التواصل والإقناع بوجهة نظرك والدفاع عن حقك ولكن بدون عصبية من الآن ولغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة في بعض الاهتمامات أو الأشياء اللي ممكن تظهر على الساحة بشكل مفاجئ إلها علاقة بالبيت أو العائلة بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة من الآن ولغاية ساعات المساء صحيح أنه في بعض الفرص أو المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن دير بالك من النصابين والمحتالين وأيضا المغامرات المالية أما من ساعات المساء فهنا بتنشطوا في مسائل الهلاقة بالسفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل فقدكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط مع هيك يعني لا تبادروا بأي عمل جديد وواصلوا أعمالكم الاعتيادية بشكل روتيني وخصوصاً في ساعات العصر بظل في نوع من أنواع التميز والطاقة والقدرة على التواصل مع الجميع اجتماعياً وعاطفياً أما من ساعات المساء هنا بالتعيد والضبط ميزانيتكم أم مش أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغوا بمصاريفكم في بعض الفرص اللي إلها علاقة بالمكاسب المالية اللي بتيجي بشكل مفاجئ ولكن دك تنتبه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بيظل التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك حاول أنك تعمل بشكل روتيني وبرضو بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات ومن عصبيتك وما تتخذ قرارات حاسمة وأي شخص بوعدك بشيء ما يعرف أنه احتمالية كبيرة أنه ما يوفي أما من ساعات المساء فهنا بتستعيد حماستك تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة النجاح بشكل كبير برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعاً بتنشطوا بين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية والحوارات والنقاشات ولكن ما تعتمدوا كثير على أي وعد يقطع لإلكم في هاي ساعات وابعدوا عن أي مشاكل ما بينكم بين معارفكم أو أصدقائكم اضبط عصابة قدر الإمكان أما من ساعات المساء فهنا بتكو تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تبدأوا عمل جديد لأن القمر بصير موجود في بيت متاعبكم وهاي فترة فارغة من الحظ حاول أنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتكو تواصلوا عمالك اللي اعتيادية ما تبدروا لعمل جديد وبتظل علاقتكم اليوم تتركز على الدفاع عن السمعة أو أنك تثبت جدارتك وعلاقاتك مع المسؤولين واللي بده يقدم لعمل برضو بظل في فرص لها عمل جديد ولكن ما تشوه سمعتك أما من ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء وبإمكانكم تبدروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ومنكم أشخاص ممكن يتوجه له دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء بعض الأصدقاء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بالضل الأجواء جيدة من الآن ولغاية ساعات المساء على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وخصوصاً مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وأيضاً بالضل الأجواء ممتازة للأشخاص اللي بدهم يقدموا امتحان أو عندهم مقابلة ولكن في ساعات العصر اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما من ساعات المساء فهنا بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتكو تتجنبوا أي شراكة مالية وتتفحصوا حساباتكم المشتركة من الآن ولغاية ساعات المساء صحيح أنه في بعض الفرص اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة والمال اللي معك شريك زي قرض أو حل مسائل بتتعلق بالضريبة أو الدفعات أو الأقصاط أو مطالبة بحقوق لا إلك ولكن وقت غير مناسب للمغامرات المالية أهم إشي أنه تخففوا برضو من نفقاتكم أما في ساعات المساء فهنا بتنشطوا في مسائل بتتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن بعض موليد برج الحوت يبدأوا عمل أو دراسة جديدة أو يجيهم رد على موضوع يعني كانوا بينتظروا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر